اشتركوا في القناة بدون فعالية يعني على اغلب الولايات الاجواء فيها ستبقى صافية تماما اما بالنسبة لدرجات الحرارة خلال الامسية ستعرف نوعا ما انخفاض خاصة على الجهة الشبالية الغربية للوطن اين خلال صباحة سنسجل درجات حرارة مرتفعة نوعا ما ستصل خلال الظاهرة الى 30 الى ان نسجل 9 درجات فقط خلال الامسية على المدن الساحلية الغربية والقرمين السواحل البعض درجات ببتنا وخنشلا ويعد كادينامي قياس الى ان تصل الى 11 درجة بالمدن الساحلية الوسطى الى اقصى السواحل الشرقية اقول الوطن نفس الشيء سيومي شمال الصحراء سنسجل 14 درجة على تندوف 18 كاعلامي قياس بين وسط الصحراء وصولا باقصى الجنوبي لان نسجل 12 درجة على منطقة الهوغار والتسلي غدا بحولي لا تقريبا نفس الاجواء خلال الصباح ستتشكل بعد الغيوم الجزئية على المدن الساحلية للوطن كذلك الجهة الجنوبية يعني اقصى الجنوب ولكن هذه الغيوم ان شاء الله المسجلة على الجهة الشمالية ستبقى بدون فعالية الى ان تستمر طيلة نهر الغد على الجهة الجنوبية الغربية للوطن ستبقى نوعا ما خلال الصباحة كثيفة ولكن بداية من ظاهرة ان شاء الله ستتحسن الاجواء تدريجيا ولكن على اغلب الولايات سواء الشمالية الغربية وسهلا بشمال الصحراء والجهة الجنوبية الغربية للوطن تبقى الاجواء فيها صافية على العموم درجات الحرارة اذا المتوقعة ستبقى نوعا ما درجات حرارة يعني منخفضة على الجهة الجنوبية للوطن كأعلى من قياس القدر ب35 درجة بوسط الصحراء 33 بعنقزام 28 سنسجلها على الـ 24 درجة ببشار اما على الجهة الجنوبية الشرقية فلا تفوق 27 درجة بين 22-24 بالمرتفعات الداخلية ولكن على المدن الداخلية القرب من السواحل درجات الحرارة فيها ستصل احيانا الى 28-29 درجة مع ظاهرة ان شاء الله ولا تفوق 28 درجة بالمدن الساحلية ان شاء الله نسبة الرطوبة المتوقعة على المدن الساحلية خلال نهر الغد ان شاء الله ستصل الى 54 بالمئة حالة البحر هادئ على طول الشريط الساحلي سرعة تريح فيه لا تفوق 20 كم في الساعة وسبقات تحت تيارات شمالية شرقية الى شمالية غربية على طول الشريط الساحلي بالملاحة وصيد البحر وصلنا الى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم كالعادة نختمها بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس أشروق بإميلة بالجزائر العاصمة ودواحيها لنهار سيكون على الساعة السابعة و13 دقيقة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء